الرب قال في سفر الرؤية اصحاح 21 ها انا صانع كل شي جديد بتعرفوا الرب هو اله كل شي جديد باعطيك حياة جديدة خليقة جديدة قلب جديد روح جديد ذهن متجدد سماء جديدة أرض جديدة أورشاليم جديدة اسم جديد بغض النظر بتمر السنين بحلوتها او مرارتها اذا انت في المسيح خليقة جديدة يعني جديدة اي جديد كل يوم كلمة جديد هنا لا تعرف القدم يعني ما صرتش عطيقة ولا يغلبها الزمن الشخص الجديد يعني جديد كل يوم لا يعرف القدم لا يغلبه الزمن لاننا في المسيح فالمسيح خارج الزمن فنحن في المسيح فأصبحنا خليقة جديدة لا نعرف القدم ولا يغلبنا هذا الزمن فصار عنا قلب جديد طبيعة جديدة فكر جديد كما صلى المرنم داود بعد ما اخطأ قال قلبا ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معصية اغسلني كثيرا ومن خطيتي طهرني في آي عشرة مزمول 51 قلبا نقيا اخلق فييا يا الله وروحا مستقيما جدد ويتجدد بشكل مستمر في داخلي روحك القدوس لا تنزعه مني حبائي الرب يسوع عاوز يعمل كل شيء جديد في حياتك سنة جديدة حياة جديدة باركة جديدة قلب جديد طبيعة جديدة طبعا من خلال نعمة الرب يسوع المسيح تعرف حبائي الرسول بولوس لما كتب لكنيسة روميا أسحاح 12 عشقال من الآية الأولى فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة يقول كتاب لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما فإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية وأما الأمور التي لا ترى فأبدية فإذن الرب بيعطيك عنين جديدة عنين روحية فوق اللامرئيات لأننا نسلك بالإيمان لا بالعيان ترجمة نانسي قنقر